في الحقيقة العمل لبناء الجمهورية الجديدة لا يتوقف احنا بنشهد إنجاز حقيقي في قطاعات مختلفة ولو هنتكلم بالتحديد على قطاع الطرق والمحاور فاحنا كلنا لمسين على أرض الواقع الإنجاز والطفرة الكبيرة اللي حصلت مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجهات بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتة خلال العام القادم وده عشان الطرق دي بتعتبر شرايين التنمية وبتغدم المواطنين وأهلين في المحافظات والمدن والقرى المحيطة كمان بتساهم في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية كمان بتتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري خلونا نعرف تفاصيل أكتر نرحب معانا بصدفنا النهاردة الموجود في الستوديو الدكتور محمد الصديق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير عليك أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك دكتور يعني زي ما قلنا في المقدمة أنه تفرحة إيا شهدها القطاع الطرق والمحاور بالتحديد عايزين نعرف أهمية يمكن توجيهات السيد الرئيس بالانتهاء من كافة التطوير اللي بتتم في الطرق والمحاور بالذات طبعا في منطقة الدلتا بالتفصيل هو بداية قطاع النقل الحقيقة كان محظوظ جدا خلال السبع أو ثمان سنوات اللي فاته أنه كان واخد أكبر اهتمام من القيادة السياسية وبالتالي شهد طفرة الحقيقة غير مسبوقة وخلى ترتيب مصر قفز من 118 إلى 28 على مستوى العالم بقفز 90 مركز وسبقنا دول يمكن كانت متقدمة أكتر مننا من ضمنها على سبيل المثال إيطاليا مثلا دولة من الدول الكبيرة بالنسبة لشبكة الطرق والنقل اللي على مستوى الجمهورية الحقيقة الاهتمام من القيادة السياسية كان في جميع المحافظات سواء في الوجه الإبلي أو في الوجه البحري أيضا في المحافظات النائية في الوادي الجديد وفي سينة مع ربط سينة بالوادي والدلتا من خلال أنفاق أسفل قناة السويس زي ما تكلمنا قبل كده في حاجات زي كده النهاردة الحقيقة بنتكلم على الاهتمام اللي بتوليه القيادة السياسية إلى الطرق في الدلتا الدلتا جزء مهم جدا من مصر والدلتا الحقيقة بتتميز بكسافة السكانية العالية في عدد سكان كبير جدا في الدلتا بالمقارنة بمحافظات السعيد والوحاية وسينة طبعا في الدلتا في شبكة طرق موجودة حاليا بتقام وبتنشأ في تطوير وفي ازدواج وفي محاور جديدة ممكن نتكلم عنها باختصار دلوقتي الحقيقة البداية لازم نتكلم على الطريق الإقليمي اللي هو الدائر الإقليمي اللي طوله حوالي 400 كيلو اللي ساعة لما تم إنشاءه من حوالي خمس سنوات يمكن اتكلمنا وقلنا ان الطريق الإقليمي ده حيخدم معظم محافظات مصر وكان يمكن السادة المواطنين ما كانوش متخيلين ازاي الدائر الإقليمي ده حيخدم كل محافظات مصر قدنا نتكلم على المدن اللي موجودة في الدلتا الطريق الدائر الإقليمي ده عمل فيها ايه؟ على سبيل المثال النهاردة مثلا جاري إنشاء وصلات من الدائر الإقليمي لربط المدن في شرق الدلتا على سبيل المثال وصلة لربط مدينة مينة الأمح في الجانب الآخر في غرب الدلتا في نطاق محافظة المنوفية هناك وصلات لربط الباغور وشبين الكوم وايضا وصلة أخرى لربط مدينة سرس الليان وصلة أخرى لربط مدينة الباغور وصلة لربط مدينة القططبة دي كلها وصلات من الدائر الإقليمي لخدمة محافظات الدلتا لو اتكلمنا على المحور محور شرق الدلتا الجديد اللي يعتبر أهم محور حاليا جاري تنفيذه في دلتا مصر هذا المحور بيربط ما بين مدينة الزقذيق والسيمبلوين والمنصورة ويمتد إلى دميات الجديدة ويمتد إلى المنصورة الجديدة وجمصة على الدول الساحلي وجاري إنشاءه على وشك الانتهاء هذا المحور هيخدم مدن شرق الدلتا بما فيها طبعا المنصورة وجميع مدن محافظة الدقاهلية ويربطها كمان مع الدول الساحلي عند جبصة وعند مدينة المنصورة الجديدة هذا المحور يعتبر امتداد للطريق اللي بيبدأ من مدينة السلام بيربط هذا يا دكتور الظاهير الصحراوي لهذه المحافظات بيعمل ايه؟ بيربط الظاهير الصحراوي أيضا لهذه المحافظات بيعمل على تمامية الظاهير الصحراوي أيضا لهذه المدن طبعا بشكل كبير هذا المحور امتداد للطريق من مدينة السلام إلى بلبيس إلى الزقذيق طبعا كان موجود طريق أصلا من الزئزيق للمنصورة ولازال موجود ولكن المحور اللي بتكلم عنه يمكن أهالي الشرقية يعرفوه كويس البنطقة اللي في الزئزيق دي جنب موقف المنصورة الطريق أخذ جنب الشمال وحاليا قرب يخلص ثلاث حارات في كل اتجاه خلينا أقول أن الطريق ده طريق حر سرعته هتعدي 120 كم في الساعة عليه أعمال صناعية أنفاء وكباري وأعمال صناعية لتقاطعات الترع والمصارف كتيرة ما فيش فيه أي إشارات ضوئية طبعا لأن طريق حر وحيقدر أن يوصل مثلا من الزئزيق إلى المنصورة في أقل من نصف ساعة وبعد كده هيربطها بالدول الساحلي في أقل برضه من نصف ساعة المسافة الأديمة كانت أديه يعني هكذا بتكلم الطريق الجديد في نصف ساعة إحنا يهونا نقول أهمية هذه الطرق للمواطن خليني باختصار عشان الأستاذ المشاهدين يقدروا يفهموها بسهولة أنه هيوفر لك على الأقل نصف الوقت يعني لو كنت بتقطع من الزئزيق للمنصورة في ساعة ممكن تقطع على الطريق دوت في نصف ساعة لأن الطريق الأديم الحالي اللي شغال دلوقتي هو زحمة الحية خاصة في المنطقة اللي هي المخرج من مدينة الزئزيق غير النزحمة كمان الكواليتي يعني زي ما بيقول أو كفاءة الطرق الجديدة دي كفاءة اللي بس تخلي الطريق ممهد بطريقة كبيرة أوين الناس تاخد فعلا نصف المسافة سعلا علشان كده قلت أنه سرعته توصل ليه؟ لمية وعشرين كيلو في الساعة الطريق الأديم ما كانش ميكمل تمانين كيلو في الساعة فطبعا ده هيوفر الحقيقة وقت كتير وخلينا أقول هيوفر وقت بالنسبة للمواطن يعني هيوفر فيه تكلفة هيوفر فيه استهلاك الوقود هيقلل من التلوث البيئي هيوفر من استهلاك طبعا قطع الغيار بالنسبة للسيارة وهيقلل من تكلفة نقل إيه؟ البضائع تكلفة نقل البضائع هي عنصر أساسي في تكلفة السلعة الأساسية لو قدرت أن أنا أقلل من تكلفة النقل فأنا بالتالي بقلل من تكلفة السلعة عايز أتكلم برضو عن محور في منتهى الأهمية اللي بيربط بين الطريق مصر اسكندرية الصحراوي والزراعي من عند مدينة السادات يصل إلى شبين الكوم ثم مدينة أوسنة في المنوفية المحور ده في منتهى الأهمية ليه؟ لأن مدينة السادات تعتبر مدينة صناعية ويوجد بها مصانع كتير جدا بتعتمد على الإنتاج الزراعي الإنتاج الزراعي معظمه بيجي من اتجاه محافظة المنوفية ومحافظات شرق الدلتة فالمحور ده الحقيقة قدر أنه يربط مدينة المنوفية ممثلة في شبين الكوم وإوسنة ويوديها لغاية مدينة السادات في المنطقة اللي هي طريق مصر اسكندرية الصحراوي اللي عند منطقة اللي بيسموها مصر أو منطقة البرجات المنطقة دي طبعا في نطاق مدينة السادات الجديدة اللي فيها منطقة صناعية كبيرة تقدر أنها تعمل صناعات غذائية على هذه المنتجات أنا عاوز أقول الحقيقة هنا بمناسبة الحديث عن هذا المحور تحديدا لأن أنا واحد من مرتدي هذا النحو أنا من المنوفية فالطريق التقليدي اللي كنا بروحه من سكان أكتوبر للمنوفية كان بياخد مني مدة لا تقل عن ساعتين ساعتين وشوية من أكتوبر علشان يروح المنوفية من طريق الزراعي لكن النهار ده أصبح المحور ده من الطريق مصر اسكندرية الصحراوي للمحور الحقيقة بتتحدث عنه طريق ما بياخدش ساعة لربع دائرة طبعا وبيعدي النيل هل الطرق دي بتعد شرائيل تنمية حقيقية للمدن والمحافظات والقرى لأن السيد الرئيس وجه بسرعة إنهائها خلال عام أيضا هناك طريق بنها أجا المنصورة احنا طبعا بالنسبة لو رجعنا للطريق الزراعي مصر اسكندرية القديم اللي احنا بدأنا نعمل بدائل له من ضمنها طريق شبرى بنها الحر النهار ده وصلنا لغاية بنها طيب من بنها للمنصورة بيمر كمان بمدينة أجا هناك محور آخر كل ده لتدعيم شبكة الطرق في الدلتة طبعا توجهات السيد الرئيسة عمفتاح السيسي إمبارح لكل الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من هذه الشبكة في خلال عام أو خلال العام القادم هو طبعا ده حجم إنجاز يعتبر كبير جدا علشان ينتهي في سنة هو شيء مش سهل هو شيء صعب يعني بيحتاج طبعا لجهود كبيرة جدا من كل أجهزة الدولة المعنية ويحتاج طبعا تضافر وتعاون من كل السادة المشاهدين ولكن هو شيء مش جديد على المصريين المصريين أنجزوا حاجات أكبر من كده وأهم من كده وإن شاء الله نتوقع بإذن الله خلال العام القادم حيكون شبكة الطرق في الدلتة اكتملت بشكل جيد يعني إحنا ساعات كتير بنحب نبقى بنفهم أكتر يعني سبب إنشاء هذه الشبكات من الطرق يعني قد إيها تساهم لو هنتكلم في منطقات الدلتة بالزيد قد إيها تساهم في تسهيل حركة التجارة لو قلنا وربط المجتمعات العمرانية ببعضها البعض هو خلينا أقول لحركتك طبعا ربط المدن والمحافظات ببعض زي ما بنقول بيقلل التكلفة وبيقلل الوقت خليني كمان أركز على حدة إنعكاس هذه المشروعات على حياة المواطن في المدن وفي قرى كمان في القرى ضمن مبادرة الحياة كريمة اللي أطلقها سيادة الرئيس من سنتين والنهاردة هي شغالة في المرحلة التانية حياة كريمة طبعا لتطوير جميع قرى الريف المصري طبعا أنا النهاردة لما أعمل وصلات توصلني بالطريق الدائر الإقليمي لربط معظم مدن الدلتة ده معناه أنه ده أيضا المواطن اللي في القرية حيقدر أنه هو يوصل من خلال نفس الوصلة إلى الدائر الإقليمي ما أهمية وصول المواطن بسهولة للدائر الإقليمي؟ إيه أهمية ده؟ أنا عامين نتكلم على الدائر الإقليمي وأهميته ولكن المشاهد محتاج برضو يعرف لأن أنا رحت الدائر الإقليمي وبعدين عملت إيه؟ الدائر الإقليمي ده الحقيقة يقدر أنه هو يربط المواطن يجيبه مثلا من القوس الشمالي أنا بتكلم على القوس الشمالي اللي هو نطاق محافظة المنوفية والشرعية اللي أنا بتتكلم عنهم يقدر أنه هو يودي القوس الشرقي ويربطه بالسويس الإسماعيلية والسعيد ومنتهى السهولة يقدر يودي القوس الغربي ويربطه بسكندرية بسهولة يقدر يودي القوس الجنوبي لو وصل القوس الجنوبي ده اللي هي المنطقة اللي هي بعد حلوان يقدر يمسك طريق السعيد سواء شرق النيل أو غرب النيل ياخد بقى طريقه للمينيا، أسيوت، سوهاج لغاية ما يوصل لأسوان للسعيد بسهولة يقدر أنا بتكلم على أنه ما كانش هدفه القاهرة ومش عاوز يدخل للقاهرة وده الشيء في حد ذاته كويس أننا لما أكون بالزبط لما أكون في الدلتة وهدفي أوصل الصعيد أو العكس مش لازم أدخل القاهرة لو بدخلت القاهرة هعمل فعلا تكدس وازدحام بدون داعي لكن من خلال الإقليمي أقدر أن أنا أوصل لطريق الصعيد وأوصل الصعيد أي محافظة نعاوزها أو أي مدينة أو أي قرية أيضا ممكن أروح البنطقة الشرقية أوصل السويس والإسماعيلية وبرسعيد بالسهولة أنا النهاردة بوضح للمشاهد إيه هو أهمية الطريق الإقليمي وإيه أهميته إيه في حياة مدن الدلتة وأيضا قرى الدلتة ضمن مبادرة حياة كريمة لتأهيل طبعا جميع القرى وتحسين المحافظة كمان أنا أسفية أحمد كنا شايفين سيدة رئيس كمان على الشاشة من شوية أنه الرئيس بيبقى حريص أنه ينزل بنفسه ويتفقد الطرق ويشوف أعمال الإنشاءات وسط الغاة فين بالفعل سيدة الرئيس بيتابع إنشاء المحاور المهمة بشكل يومي ما فيش حاجة بتغيب عنه أبدا أيضا معالي الفريق كامل وزيره وزير النقل بيتابع كل طريق بيتم إنشاءه في مصر وأيضا جميع وسائل النقل بشكل عام مش مجرد طرق أسفلته بس جميع وسائل النقل ما فيها الساكة الحديدية التقليدية والساكة الحديدية الصديقة للبيئة اللي تشتغل بالكهرباء الحقيقة فيه متابعة جيدة جدا لكل أعمال مشروعات النقل اللي بتم على أرض مصر يعني ويمكن زي ما قالت بس أنت هو سيدة رئيس سنة محمودة في فكرة الجوالات التفقدية اللي بتحصل تقريبا كل يوم جمعة علشان يطمئن على مجردات العمل وكان دايما يعني بيلفت نظري مش عارف حديدك بتتبع للأمر ده إزاي بسؤال السيد الرئيس أنتم اللي موجودين في المشروع قلونا تخططنا للمشروع ده هل في حاجة ممكن نحقق منها استفادة أو نحقق الاستفادة العظمى من المشروع ده ولا إحنا كده وصلين للأعلى حاجة ممكن تتعمل شايف دي رسالة في حد ذاتها لما ده يعني سيادة رئيس الجمهورية أو فخامة رئيس الجمهورية يتحدث مع مهندس يعني ويستمع وينصط لي يعني ما يمكن أن يتم في هذا الطريق لرفع كفاءته بشكل أكبر تشوف الرسالة دي إزاي هو سيادتك تحدثت عن سنة حميدة أو تقليد جيد يتمثل فيه متابعة فخامة الرئيس لجميع المشروعات التي تتم على الأرض مصر خلينا نوه أن المتابعة دي ليست قاصرة على القاهرة فقط يعني هي الحياة القاهرة الكبرى من ضمن الاهتمامات الأساسية وأيضا جميع الطرق اللي بتتم على الأرض مصر المتابعة بتتم سواء بزيارات ميدانية بشكل دائم أو من خلال المتابعة بالوسائل الأخرى الاجتماعات والفيديو كونفرنس وحاجات كتيرة جدا وسائل للمتابعة فخامة الرئيس لا ودائما كمان بيستغل السيد الرئيس ووجوده يعني أسوان مثلا نزل وتفقد الطرق اللي كانت موجودة يعني أي مناسبة هو موجود في المحافظة لازم يشوف اللي بيحصل للطرق هناك إيه على الأرض مؤكد طبعا مؤكد طبعا أجعل حتة اللي حضرارك أسرتها اللي هي حديث فخامة الرئيس مع جميع المهندسين والقائمين على العمل في الموقع حرص الرئيس على الحديث مع القائمين على العمل أو المهندسين المنط بهم إنشاء هذا المشروع هو طبعا هو بيستطلع أراء المهندس اللي جوه الملعب اللي جوه المشروع اللي بينفس بنفسه اللي بينفس بإيده تنفيذي بيشوف إحساسه إيه وأفكاره إيه تجاه هذا المشروع اللي بينفسه وهل ممكن يكون فيه نوع من أنواع التحسين هل نوع من أنواع الإضافة هل أي فكرة أخرى جديدة ممكن تطلع من المهندس اللي جوه الموقع أحيانا بيطلع من المهندس اللي جوه الموقع أفكار جيدة ممكن تأخذ في الاعتبار في مشروعات قادمة ممكن توحي بفكرة أخرى بمحور كياني بواصلة أخرى ممكن تساعد على استكمال جودة وكفاءة وفاعلية هذا المشروع يمكن من أهمية كمان إنشاء الطرق الجديدة أن نحن كنا بنعاني من نممكن نسب للحوادث عالية جدا في مصر فالنهار ده بنقدر نقول أن النسب دي بالفعل قلت جدا جدا فهل الطرق دي كمان نقدر نحد يمكن من الحوادث دي وتحصل يمكن أخطاء بسيطة قوي منها الحقيقة طبعا أسباب الحوادث منها طبعا السائق ومنها السيارة نفسها ومنها الطريق وعمل بيئية الحقيقة دي بدنا نسيطر بنسبة كبيرة جدا جدا عن أسباب الحوادث المتعلقة بجودة الطريق بجودة التصميم والتنفيذ للطريق دي بدنا نسيطر عليها بشكل كبير وبالتالي في طريقنا للسيطرة أيضا على الأسباب اللي بتيجي من السيارة طبعا النهاردة فيه إحلال لمعظم السيارات القديمة دخلنا بقى فيه العامل الأساسي اللي هو السائق السائق برضو إلى حد ما أصبح فيه نوع من الوعي فأسباب الحوادث نحاول نسيطر على أجزاء كبيرة منها نسب الحوادث الحقيقة من سنة 2017 إلى الآن هي قلت فعلا بشكل كبير تقترب إلى 50% بالإضافة إلى عدد المصابين وعدد الوفيات من ناتج هذه الحوادث هما بالفعل في تعليل بشكل سنوي بشكل دائم وصلنا فعلا لأكتر من 40% تخفيض في أعداد المصابين والوفيات من حوادث السائرات دكتور خلينا أسأل حضرتك يعني دايما تحديدا لما أجي أعمل البنية الأساسية من شبكات طرق من كباري وما خلافها لتسهيل حركة الانسيابية المرورية في المقام الأول ويمكن الحديقة اللي حضرتك يعني ذكرته دا بيأكد قد إيه فيه تكامل وترابط ما بين المحاور دي تجاريا واقتصاديا وصناعيا وزراعيا كلها في المقام الأول أو في الأول والأخير بتصب في الجانب الاقتصادي المواطن وإزاي اللي هو حق استفادة قصوى منها ووصل السلع والزراعات بشكل سلس ما بين المحافظات وبعضها البعض والمصانع لكن خلينا أسأل حضرتك إزاي أحافظ على جودة هذا الطريق الدور بقى اللي ملقى على عاطق المواطن السائق المحافظة على جودة الطريق الحقيقي هو يعني مسؤولية مشتركة ما بين الجهاز الحكومي وبين المواطن الجهاز الحكومي مسؤول عن المحافظة بعمل برامج للصيانة دائمة وتنفذها بصرامة وشدة ودقة مطلوبة أيضا المواطن مطلوب منه المحافظة على جودة الطريق اللي الدولة دفعت فيه مبالغ طائلة من أجل راحت هذا المواطن فالمواطن بيحافظ على البنية الأساسية اللي هي ملكه حفظ أن المواطن يحافظ عليها ويحس بكده أيضا إحنا محتاجين التوعية الإعلامية التوعية طبعا توجه إلى المواطن مش للأجهزة أجهزة الدولة هي عرفة كويس مسؤوليتها ولكن المواطن محتاج يعرف أن الطريق ده هو ملكه محتاج الحاجة التانية بهذه المناسبة وسائل المواصلات بما أننا بنتكلم عن وسائل نقل بشكل عام بنتكلم على النهاردة أصبح فيه عندنا كتار كهرباء خفيف حيب عندنا قريب كتار هاي سبيد سريع عندنا وسائل المواصلات تخليدية وسائل المواصلات جديدة صديقة للبيئة المواطن محتاج أن يحافظ على هذه البنية الأساسية لأنها تكلفت فعلا مبالك كبير جدا ومن مصلحاتنا كلنا أن نحن نحافظ على البنية دي حتى نهدرش الموارد بتاعت بلدنا نحن نشد الحاجة لكل إرشي بالدفع النهاردة في هذه الشبكة أكيد كل شكر لك الدكتور محمد الصديق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولية كل شكر لك على وجودك معنا شكرا لك يا دكتور نارد شكرا